قرابة أربعين مليون نسمة أقل وأكثر فهي أرقام تودع في فلك التوقعات عند عموم الإراقيين إذنه لا إحصائية تتوثق الرقم الحقيقي بفعل بلد أرهقته الحروب ومجرة الموتى في كل موسم من مواسم الهجرة إلى الفوضى أمام الأرواح التي تعيش في بلاد الرافدين بين نيران كثيرة منها ما يحرق أمال الاقتصاد والزراعة والصناعة ومنها البطالة ومنها الفقر وعن هذا حدث ولا حرج هذه الأسباب على رأس الحديث عن زيادة السكان مقابل غياب لتحسين الجنب الاقتصادي ووجود نسبة 10% كموظفين لا يحتمل البلد توظيف أكثر منهم في ظل الارتفاع المطلد في السكان مقابل قلة الوعي في ثقافة التوظيف حديث يؤكده وزير التخطيط خالد بتال الوزير تحدث عن تحسن في المعيشة والتغذية ما رفع متوسط أعمار السكان لكن في المقابل فإن ثمت ما يدق جرس الإنذار بالوصول إلى حافة الانهيار الاقتصادي عند الحديث عن عدد الفضائيين في الدولة رغم أنه أكد أنه ليس بالعدد المهول إذ يوجد أكثر من مليونين وثلاثمائة ألف موظف ضمن نظام الرقم الوظيفي لموظفي الدولة فيما الوظيفة ذاتها الذي يجب أن تكون على أساس الكفاءة والمهارة يغيب الاستثمار عن العراق وهو سبب كاف لأن يكون بلداً متوسط الغنى والنفط فيه بلا قيمة إذ يبلغ متوسط دخل الفرد السنوي بين خمسة إلى ستة ألف دولار ما يجدد الحديث عن ضرورة الاتمام الحكومي في حلول جذرية تنقذ البلاد من استنزاف قدراته ومقدراته في ظل ارتفاع السكان الملحوظة